بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المرسلين نبدأ اليوم إن شاء الله بشابتر 5 الدايناميكس ونشوف اللي هو الكاينياميتيكس of particles طبعاً نحن اليوم بشابتر 5 1 نسوي مقدمة بس عن الكاينياميتيكس علم الدايناميكس يحوي نوعين اللي هو الكاينياميتيكس اللي حنركز عليه في هذا الشابتر لعنوان هذا الشابتر وبعدين الكاينيتيكس عيش هو الكاينياميتيكس هو الدراسة اللي إيش تهتم بإيش تهتم بجيومتري of motion يستخدم في to relate يستخدم لربط إيش displacement المسافة المتقلية حركة الجسم وسرعته والأكسلاريشن تبعه والزمن المستخرق لهذه الحركة without reference to the cause of motion بغض النظر عن سبب هذه الحركة يعني القوة المؤثرة في الجسم أما الكاينيتيكس وهو دراسة العلاقات الموجودة ما بين القوة المثرة على هذا الجسم الكتلة تبعها وهل هو جسم كبير أم جسم صغير and the motion of this body والحركة اللي تحركها هل هي حركة سريعة أم تحرك بطيء أم تحرك بخط مستقيم أم تحرك بكيرف الكاينيتيكس يستخدم في إيش to predict لا يخمن إيش the motion caused by a given force ميش معنى الكلام هذا إذا أثرت على الجسم معين بحرك بقوة مثلا 10 نيوتن هيتحرك هذا الجسم بكام بعشرة متر بعشرين متر هو هذا هنا تعمل prediction or أو تحديد القوة اللازمة لإيش يعني to produce a given motion يعني لإنتاج يعني حركة معينة إيش معنى هذا الكلام لو ودك هذا الجسم هذه السيارة مثلا ودك تحركها بسرعة 10 متر per second كم يلزم قوة علشان تأثر فيها القوة الفرص هنا إيش هذا هو to determine force required to produce this motion أنواع الحركة نوعي فيها rectory linear motion وcareful linear motion rectory linear motion اللي هو لما تكون جسمة حركة على street line يعني حركة على خط مستقيم نحدد position وين موجود سرعة كم التسارع تبع كم أما الكيرفل linear motion فهي long curved line أشي يعني كيرفل line يعني أن الحركة على منحنة نحدد position تبعه velocity وال acceleration طبعا هذه ممكن تعملها في two or three dimension في البعد الثانية والفي البعد الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته